مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والذي نطالع فيها أهم وآخر الأنباء والمقالات الواردة في مواقع الأخبار والصحف العربية المهتمة بالشأن اليمني والبداية مع موقع الموقع بوست فمع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبدء التفكير بأضحية العيد يكتب الموقع لتحذير الأهالي من المواشي المصاب بالطاعون ويعنون مئات المواشي المصاب بالطاعون تهدد حياة المواطنين وتنذر بكارثة في ذمار حيث نقل الموقع عن مصدر بهيئة البحث الزراعية بذمار قول إن الهيئة أقدمت على ضبط مئات المواشي من الأغنام بمدينة ذمار مصابة بمرض الطاعون والتي أصبحت تهدد المواطنين قبيل عيد الأضحى مما ينذر بكارثة قد تقع بمحافظة ذمار إذا لم يتم تداركها قبل فوات الأوان وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط قرابة 300 رأس من المواشي والتي أصابها مرض الطاعون خلال الأسبوع المنصرم أحذر خبراء بيطاريون بمحافظة ذمار من أنه إن لم يتم تدارك هذه الكارثة فستكون العواقب وخيمة على المواطنين والمقبلين على شراء الأضحى لاستقبال غيد الأضحى الدكتور سيد سعيد نعمان يكتب عن الحرب والسلام ويجمعهما في معادلة ويقول أسفر المسار المعقد للصراع السياسي في اليمن عن حاجة موضوعية لحوار وطني شامل بين كافة أطراف هذا الصراع تبلور عند نهايته ببروز كتلتين الأولى كتلة الحرب والثانية كتلة السلام تكونت كتلة الحرب من القوى التي احتكرت امتلاك السلاح وظلت حريصة على تجميعه وحشده واستخدامه في معاركها السياسية أطراف هذه الكتلة لا يجمعها سوى السلاح فهو خيارها الوحيد الذي تستند عليه في التمسك بما تعتقد أنه حق في الحكم من منظور تاريخي وجغرافي تشكل في الوعي كميراث إشكالي أصبح بمرور الزمن أداة حجد لتخريب أي محاولة لإصلاح أحوال البلاد ولذلك فقد وجدنا أن هذه الكتلة تنقلب على السلام بقوة السلاح عند أول اختبار لها تجاه هذه العملية التاريخية ولأسباب لا يبررها أي منطق سوى هذا الوعي الإشكالي المسلح بقوة لا تتوقف بصاحبها إلا في خط النهاية حينما يكون قد أحاط بها الدمار من كل جانب وحينما يصبح قرار السلام بالنسبة لها أصعب من قرار الحرب والسؤال هو ما الذي يجعل هذه الكتلة تقبل بالسلام الذي انقلبت عليه إذا لم يفرض فرضا أما كتلة السلام فيبدو أنها كانت قد حسمت أمرها باتجاه السلام من خلال تمسكها بمخرجات الحوار الوطني كطريق إلى المستقبل وبناء الدولة غير أنها لم تلبث وتحت الثقة للمسؤولية أن عادت إلى حمل السلاح لمقاومة الانقلاب ومصادرة الدولة ومن ثم حماية المشروع السياسي السلمي وهذه الكتلة بأطرافها العديد المثقلة بتاريخ طويل من الصراعات وعدم الثقة لا يكفيها أن تعتمد على عنصر واحد وهو مقاومة الانقلاب لتجميع صفوفها وتعزيز تماسكها بل لا بد من أن تتخلص من العقل المبرمج على الصراع والنظر إلى الشراكة بأنها ضرورة وليست دوشة أوهبة من أحد لأحد فإذا لم يكن هدفها هو فرض السلام في نهاية المطاف باعتباره مشروعها الذي تقوم من أجله فإنها لن تختلف كثيرا عن كتلة الحرب والقوة التي تقوم من أجل فرض السلام لها شروط لا بد من العمل على استكمال توفرها بعيدا عن نزق بعض جيوبها والذي قد يجر الكتلة كلها إلى نفس المأزق التاريخي الذي تناسلت منه كل الكوارث التي نعيشها اليوم باعتبارها كتلة غير طارئة إلى موقع البصدر أونلاين والذي عنوان حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي دعما لطلاب اليمني في الخارج في التفاصيل الخبر يقول الموقع دشنا طلاب اليمني في الخارج وكذا نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي حملة داعمة للطلاب الذين يتلقون التعليم في دول الخارج بعد قطع مستحقاتهم الشهرية دخول معترك السياسة بين طرفي الإنقلاب والشرعية في معاناتهم يضيف الموقع هاشتاغ إسقاط المنح حرب على الطلاب أصرف مستحقات الطلاب انتشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي علاقة تفاعلا كبيرا بين الناشطين على تلك الوسائل وطلب بيان صادر عن اللجنة التنسيقية لطلبة اليمن في الخارج إلى إعادة منح كل الطلاب المنتظمين في الدراسة والذين لم يتجاوزوا الفترة القانونية مع مراعاة ملاحظات الملحقية الثقافية كونها أكثر متابعة للطالب عن قرب وأكد بيان اللجنة أن خياراتهم ستبقى مفتوحة في حال استمرت وزارة التعليم العالي في تجاهل مطالب الطلاب العادلة بعد انقضاء المهلة موقع يمن منتر عنوان حادث مروري يكشف عملية تهريب 93 كيلو جرام من الحشيش في حوث شمالية صنعاء وفي التفاصيل يقول الموقع كشف حادث مروري في بلدة حوث التابعة لمحافظة عمران شمالية صنعاء عن عملية تهريب حوالي 93 كيلو جرام من الحشيش الخارجي في طريقها إلى صعد شمالية اليمن ومن ثم إلى الأراضي السعودية ونقلت وكالة سبا الخاضعة لسيطرة الحوثيين على لسان مصدر أمني لم تسمه أن الأجهزة الأمنية انتقلت لمعاينة حادث مروري لأحدى سيارات النقل المتوسطة واكتشفت وجود كمية الحشيش معبأة داخل أكياس مسحوق الغسيل ضمن حمولة السيارة ووفقا للوكالة فقد توفي سائق السيارة على الفور إثر الحادث فيما تم ضبط ثلاثة أشخاص على صلة بعملية التهريب لهذه الكمية وأحالتهم للتحقيقات أقبية كيري تحت هذا العنوان كتبت ميساء شجاع الدين مقالها المنشور في صحيفة العربي الجديد والذي قالت فيه تصريحة وزير خارجية أمريكا جون كيري الأخيرة في المؤتمر الإعلامي لمبادرته والتي وصف فيها الحوثيين بالأقلية أثارت زوبعة في أوساط اليمنيين وطرحت تساؤلات عديدة حول طبيعة تعريف الأقلية ومن مغزى من هذا التوصيف لجماعة مسلحة لا يمكن اعتبارها مهمشة ولا يمكن افتراض أن الصراع الحالي سببه مطالبة الحوثي بحقوقه كأقلية مهضومة تصريحة كيري ليست مفاجئة فهي تعبر عن طبيعة وعي وتفكير الغرب تجاه المنطقة التي تسكنها طوائف وأقليات وليس شعوب رغم أن التنوع موجود وطبيعي في العالم وتعدد الطوائف في المنطقة دليل تسامح تاريخي وإنشابته صراعات معاصرة لكن التعامل مع الأقليات كان دوما سمة أساسية في السياسة الغربية بالمنطقة كلمة أقلية تعني وبشكل تلقائي اضطهاد مجموعة صغيرة ضمن المجتمع وعادة العلاج الغربي هو تمييزها وليس إنصافها لكي تدمج وتصبح جزءا طبيعيا من المجتمع كانت دعوة حماية الأقليات مدخلا لكثير من التدخلات الاستعمارية في المنطقة منذ القرن التاسع عشر إضافة إلى السياسة الاستعمارية التي ميزتهم وجعلتهم النخبة الحاكمة وكانت هذه أحد أكبر المشاكل التي واجهت بعض الدول بعد الاستقلال حيث كانت النخبة المتعلمة والمتمكنة تنتمي لأقلية ما أو ربما من أقلية تم جلبها خصيصا من بعض المناطق مثل الهنود في عدن أو الصينيين في ماليزيا وغيرها موقع الاشتراك نت كتب عن كيفية إحباط سلطات مدينة إب لزواج مبكر في المحافظة وعنوا إدارة أمن إب تحبط زواجا مبكرا وفي تفاصيل خبر يقول الموقع أحبطت إدارة أمن محافظة إب حالة زواج مبكر لطفلة صغيرة السن تبلغ من العمر ثمان سنوات مصادر أمنية قالت للاشتراك نت أن إدارة أمن إب أفشلت حفل زفاف لفتاة تبلغ من العمر ثمان سنوات برجل يبلغ من العمر أربعين عاما وقفضت على والدها للتحقيق معه في تصريح لجمعية الأسرة لتنمية المرأة والطفل بإب والتي شكرت إدارة أمن المحافظة لإنقاذها الطفل من زواج قد يكون قاتلا قالت الجمعية إنه لا بد من العمل على ردع هذه الظاهرة بالتوعية من قبل منظمات المجتمع المدني وخطباء المساجد ومعاقبة أولياء أمور القاصرات والأمناء المعتمدين على الجهات الأمنية والقضائية الذين يشتركون في جريمة الزواج المبكر قبل الانتقال إلى ما قالته الصحف العربية لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا عودة إلى برنامج كشك الصحافة وتحديدا إلى الصحف العربية والتي تنوعت في متابعتها للشأن اليمني حيث نشرت صحيفة العرب الجديد حجاج اليمني عالقون على منفذ الوديعة الحدودي تقول العرب الجديد ينتظر آلاف الحجاج اليمنيين في معبر الوديعة المنفذ الحدودي الوحيد بين اليمن والسعودية أي فرصة للدخول إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج ربما هربا من ظروف إنسانية صعبة تواجهها بلادهم تتابع صحيفة العرب الجديد أمام البوابة الرئيسية للمنفذ تصطف العشرات من الحافلات التي تقل الحجاج لساعات طويلة وسط حر الصحراء الشديد ويضعف من معاناة الحجاج بطء الإجراءات في المنفذ خصوصا وأن بينهم كبار سن وأطفال وأشار مصدر في لجنة الطوارئ المكلفة بعملية تفويج الحجاج اليمنيين إلى أن عدد الحجاج اليمنيين الذين دخلوا إلى الأراضي السعودية حتى الآن لم يتجاوز ثمانية آلاف حاج من إجمالي عدد المسجلين وهم تسعة عشر ألفا وأربعمائة حاج وعن مشكلة الحجاج القادمين من محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي بيّن المصدر أن أكثر من ألفي جواز سفر من محافظة مأرب لم تحصل على تأشيرة دخول للحاج حتى الآن ولا نعرف أسباب التأخير صحيفة الشرق الأوسط قالت في أحد عنوينها أن طائرات التحالف ترمي منشورات لسكان شوى تدعوهم للإبلاغ عن العناصر الإرهابية حيث أكدت مصادر محلية مطلعة وأخرى أمنية بمحافظة شوى للشرق الأوسط عن أن المحافظة شهدت تحليقا مكثفا في مدينة عتق عاصمة المحافظة لطائرات من التحالف العربي تلقي منشورات على السكان المحليين تطالبهم فيها بالإبلاغ عن أي عناصر إرهابية في المدينة وجاء في المنشورات تحذير للسكان من العناصر الإرهابية ورقما للواتساب وبريدا إلكترونيا للإبلاغ عنها مؤكدة بأن جميع الاتصالات ستكون سرية للغاية تضيف الصحيفة أن عملية إنزال المنشورات تأتي بوقت تستعد فيه قوات النخبة الشبوانية والمقاومة لحبلة عسكرية مرتقبة لتطهير محافظة شبوى من الجماعات الإرهابية بدعم وإسناد مباشر من قوات التحالف في عدن وحضرموت الخوف من التغيير هو عنوان مقار كتبه الصحفي صادق ناشر في صحيفة الخليج وقال في أجزاء من المقال ما يمر به العالم العربي اليوم من أحداث دامية يجعل الكثير من المواطنين يحجمون عن المطالبة بالتغيير طالما أن هذا التغيير لن يجلب لهم سوى المزيد من الخراب والدمهر كما هو حاصلنا اليوم في أكثر من نقطة ساخنة في الوطن العربي حيث كانت العديد من الشعوب التي انتفضت ضد حكامها تأمل في أن تكون احتجاجاتها السلمية بوابة نحو تغيير أفضل إلا أن ما يحدث اليوم جعل هذه الشعوب تتقاعس عن المطالبة بالتغيير بل وأكثر من ذلك تتمنى العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل الاحتجاجات التي سادت هذه البلدان عام 2011 الأمر لا علاقة له بسوء أو حسن الأنظمة التي نجت من تداعيات الاحتجاجات الشعبية أو الزلازل التي وقعت في أكثر من مكان بل بمفهوم التغيير لدى هذه الشعوب ولدى الأنظمة على حد سواء فالشعوب تخرج في الأغلب من أجل تحسين أوضاعها فيما الأنظمة تقمع شعوبها من أجل البقاء في السلطة لمدة أطول الإحجام عن السير في المطالبة بالتغيير يمكن فهمه من زاوية الخوف من المستقبل فالذين ثاروا ضد أنظمتهم ودفعوا أثمانا ليست هينة في سبيل ذلك لم يجنوا من وراء ذلك سوى قبض الريح وذلك لا يعود إلى عدالة القضايا التي وضعها أثناء الاحتجاجات التي خرجت إلى الشوارع بل إلى الأسلوب القمعي الذي اتبعت هذه الأنظمة لوأد هذه الاحتجاجات وعدم السماح بانتشار هذه الظاهرة لأن ذلك يهدد مصير الأنظمة ذاتها ولا يبقي لها فرصة في مواصلة الاحتجاجات والرفض لقد جربت الأنظمة القمع مرة ثانية ضد شعوبها ونجحت في تحويل مسار السلام إلى مسار للدم والقتل كما هو حاصل اليوم في سوريا وليبيا واليمن التي لم يغادرها صالح إلا شكلا بعدما منحته المبادرة الخليجية فرصة للبقاء فاعلا سياسيا وجعلته واحدا من قنوات التخريب ضد السلطة الجديدة التي مثلها الرئيس عبد الرب منصر هادي الذي جرى انتخابه عام 2012 وبالعودة لموضوع نوران حواس موظفة الصليب الأحمر والمختطفة في اليمن تقول صحيفة الاتحاد بإحدى عنوين صفحتها تونس تؤكد سلامة موظفة الصليب الأحمر المختطفة باليمان تقول الصحيفة في التفاصيل أن الجمهورية التونسية أكدت سلامة مواطنتها نوران حواس الموظفة في اللجنة الدورية للصليب الأحمر الصحيفة نقلت عن مسؤول بوزارة الخارجية التونسية طلب عدم الأشرسم إن نوران حواس بخير والوزارة بصدد التنسيق مع الأطراف المعنية مثل الصليب الأحمر وفرنسا وكانت نوران حواس مسؤولة برنامج الحماية الإنسانية في بعثة اللجنة في اليمن حيث خطفت في ديسمبر 2015 في العاصمة صنعا إلى جانب موظف يمني آخر يعمل لدى اللجنة الدولية أطلق صراحه بعد غدة ساعات تتابع الصحيفة حواس ظهرت قبل بضعة أشهر في شريط فيديو ناشدت فيه الرئيسين الفرنسي واليمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق صراحها وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خينها امتناعها عن التكاهن بهوية الخاطفين أو إصدار أي تعليق آخر حول الفيديو مطالبة بالإفراج عنها صحيفة البيان الإماراتية قالت في إحدى صفحاتها أن المعارك على كافة الجبهات اليمنية بين قوات الشرعية والإنقلابيين تصاعدت بالتزامن مع إطلاق المبعوث الأممي إسماعيل ويد الشيخ جهود استئناف المحادثات تضيف الصحيفة احتدمت المواجهات على الشريط الحدودي الفاصل بين اليمن والسعودية إثرى محاولات يائسة من المتمردين الحوثيين إشعال الجبهات الحدودية وفي محافظة تعهز تقول تفاصيل الصحيفة أن المقاومة صدت هجمات كبيرة شنها الإنقلابيون أسفرت عن مواجهات تدخل فيها التحالف بغارات على مواقع المتمردين الذين قاموا بتهجير 580 عائلة من مديرية الصلوة سياسيا قالت صحيفة البيان الإماراتية أن ولد الشيخ أحمد بدأ التحضير لجولة جديدة من محادثات السلام استنادا إلى اقتراحات لقاء جد الخليجي الأمريكي البريطاني حيث يلتقي وفد الإنقلابيين في العاصمة العمانية مسقط قبل مرافقتهم إلى صنعاء وسط أنباء عن قطع وفد الحوثي زيارته إلى بغداد بطلب من عمان وعودته بشكل عاجل إلى مسقط في الشأن اليمني ولكن في المجال الاقتصادي عنونت صحيفة الخليج الإماراتية على لسان وزير يمني قوله إن البنك الدولي لن يمول إعادة الإعمار تقول الصحيفة أن وزير الإدارة المحلية اليمنية عبد الرقيب فتح نفى أن يكون البنك الدولي قد تعهد بتغذية اليمن بـ 15 مليار دولار لإعادة الإعمار مشيرا إلى أن البنك قدر حجم تكلفة الإعمار من خلال دراسة الوضع في أربع محافظات وقياسها على 18 محافظة من محافظات اليمن المتبقية وأكد الوزير اليمني أن أغلبية الدول المانحة لا تلتزم بوعودها المالية وأن رقم الـ 15 مليار دولار يظل تقديرا أوليا لعملية إعادة التعافي وإحداث تنمية على مستوى كل المحافظات وأضاف فتح أن الشرعية وضعت بمعية الشركاء الدوليين والإقليميين تصورا متكاملا لعملية إعادة الإعمار من خلال برنامج إعادة الإعمار والمشروعات المرتبطة بالإغاثة وضعت المشكلة اليمنية للتنمية أمام المانحين كشركاء دوليين وأمام دول الخليج العربي عن انحطاط الخصومات السياسية تحت هذا العنوان كتب الدكتور عبد العزيز المقالح مقاله المنشور في صحيفة الخليج الإماراتية وقال لقد تدهور كل شيء في العالم الجديد الأخلاق والسياسة والاقتصاد والشعور الإنساني صحيح أن كل شيء في هذا العالم كان يقاس بالمصلحة وكان الإنسان نفسه محكوما بالقانون لا بالقيم وأي تحايل مخالف يمكن أن يتم تمريره من وراء القانون بذكاء وبرع لا تلحق مرتكبها عقوبة ما لكن تدهور الذي تكشف عنه الممارسات الراهنة تثبت أن القانون لم يعد له نفوذ حقيقي على الضالعين في المخالفات الكبرى منها والصغيرة وأن الانفلات الأخلاقي بات السائدة في المعاملات وظهرت المافيا السياسية جنبا إلى جنب مع المافيا الاقتصادية وصار كل شيء ممكنا ومباحا ووصلت الخصومات السياسية حدا يفقد معه السياسي توازنه واحترامه لنفسه وللجمهور الذي يسعى إلى استقطابه تشير بعض الكتابات الصحفية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن افتعال الأكاذيب واستخدام الألفاظ غير اللائقة وصلت في الحملة الراهنة حدا غير مسبوق ولا مثال لها في كل الانتخابات السابقة التي لم تكن تخلو من التجريح والتشهير المحدودين لقد اطلح أننا نحن العرب أبرياء وسذج نرى من البعيد الجانب المضيئ من الصورة الأمريكية أو الأوروبية ولم نكن ندرك ما وراءها من عفن وما تمثله من ازدراء للقيم ومن خروج على ما يعتبره المجتمع قانونا ضد التحقيق والازدراء بالإنسان وقد يثير أو يلفت الاهتمام وجود نماذج فاضحة لهذا الانحطاط في قعان المجتمع ولكن ما يثير ويلفت الاهتمام أن توجد هذه النماذج في النخب السياسية وبالقرب من القمة وهو الدليل الأوضح على تدني الأنماط السياسية ووصول بعض الأشخاص غير المؤهلين أخلاقيا إلى مستويات قيادية لا تلبث أن تفضح ضحالتهم وتجردهم من كل معاني الإحساس والشعور بما تقتضيه القيادة من حكمة وإدراك لما يجرح مشاعر منافسهم ومشاعر من يقف في صف هؤلاء المنافسين من المعجبين والأنصار وفي يقيني أنه إذا ما فازت السيدة كلينتون على منافسها وقد أصبح فوزها شبه مؤكد فإن جزءا من هذا الفوز المرتقب يعود إلى صلف المرشح الجمهوري وإلى مبالغته في استخدام الأكاذيب التي وصلت إلى حد الافتراء فجمهور الناخب مهما كان حظه من الوعي يكره استخدام الأساليب الخارجة عن القيم المتعارف إليها خصوصا حين يكون ذلك الفعل من شخص يريد أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة ربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها مرشح ما أن يفوز في سباق الرئاسة بالأكاذيب فتكون نتيجة سقوط الزريع مجموعة من رسوم الكاريكاتير نخطو بها حلقتنا إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة